من دلي كاره دنيتك وبيشتهي موتك انا ايه ايه ده دول انا ااسف ادولة والله انت مش قلت انك مش راجع ادول انا ااسف انت بتلعب بالشغل اللي ايه انا ااسف ادولة يد انت خايف مني ولا ايه ولا اضربك معقولة يا رمزي ده انت ابن عم يلا اعقولة عارف انت لو عندك الموهبة في البتاع اللي انت بتعزف عليها واكيد مش عارف اسمها ده ده انا سعدك يلا ربنا يخليك يا ربي ادولة يا رب طب ايه رايك بقى انت عشان ابن عم وانا بحبك محضرلك مفاجأة غريبة لا بجد يا دولة امال ايه ايه يا سيدي اللي نفسك فيه ولانك انت حقير وما تسويش نكلة عمرك ما كنت هتقدر توصل لك ياه يا دولة جتلي على الجرح انت يا دولة اه ايه نفسي اخد لفة بالعجل النصر بتاعت عم عبداللبان بس هو مش موافق العجل النصر بتاعت عم عبداللبان انت لفيت بيا يا لا يخرب بيتك لا يا رمزي لا يعني انا عايزك تعلي مستوى تموحك خلي تموحك اعلى من كده بكتير نفسك في ايه يا لا لا ما مش معقولة بقى لا معقول يعني اقول لك يا دولة ايه يا دولة بس دي صعبة مستحيل يا عم دي اخلص نفسي اخد لفتين بالعجل النصر بتاعت عم عبداللبان ديقني ديقني اكتر ديقني عشان يدمش قصدي كده يا لا لا يا لا لا يا لا عبيد العجلة دي حاجة بسيط درا ممكن اشتري لك عجلة يا لا لا ايه يا دولة بس عجلة عم عبداليا ايه عم عبد ديان ايه دا مركب لها اه مرجر بتاعها فيه نغمات وعمل منجج الكورسي وكاسب بانقولايزر سيبك من عجلة ومن عم عبداللبان تعالى عهم star أنا أعدتك بس عشان مفاجأة ما تدوخكش يعني هتضلك مفاجأة فظيعة يا لأ مين يا سيدي اللي بتشوفها عندي في البيت وتبقى عنك هتضطع عليها ونفسك إنك إنت تتجوزها وما انت شتيل خالص مريم فارس مريم فارس بتشوفها عندي في البيت يا لأ؟ أيوة دولة في التلفزيون بتاعك اللي في البيت يا دولة ما بتجيش في التلفزيون القهوة خالص يا دولة مريم فارس سهل جدا أنت تروح تتقدم لها وتقول للأبوها يا عم فارس لو سمحت أنا طالب مريم بنتك عادي لا واحدة مكنتش فكر توصلها عندي في البيت يعني مش أمي ومش مراتي ومش بنتي ومش حماتي ومش أخت مراتي أمين بص بقى دولة ما تلخبطنيش بقى هي مفيش إلا واحدة بس هي سناقة دولة أنا بحبها قوة دولة وتقدمتنها قبل كده 15 مرة يا عم وأنت رفضتني يا دولة يعني أنت رفضتني وتسنق رفضتني والحاج رفضتني ده حتى بنتك يا سمين رفضتني يا عم أيوة يا رمزي يعني أنت صراحة يعني ما فكش حاجة ما تترفدش كل اللي فيك بيترفد بس بص بقى يا رمزي اسمع نصيحتي إنت لازم تغير نفسك يا رمزي إيه أبقى فاتحي إيه غبوتك دي يا فاتحي أول حاجة لازم تغيرها تاني حاجة بقى يا رمزي ها لازم يبقى عندك حاجة بتشد البنات ليك أيوة دي أنا عرفتها يا دولة دي أنا عرفتها مغمطيس ما تفكرش خالص يا رمزي ما تفكرش سبنا أنا أتكلم وأنت تعلم مني ونفذ على طول حاجة تشد البنات ليك يعني لازم يبقى لك موقف بطولي بطولك أنت يا دولة يعني ما ينفعش مسين يبقى بطولة نه أنت فكرت ليه؟ أنا آسف يا دولة مشانا قلت لك ما تفكرش؟ أنا آسف قلت لك ما تفكرش ولا لأ؟ قلت يا دولة لا موقف بطولي يعني تبقى بطل يا لأ يعني يبقى لك بطولات يعني مثلا تنتصر على حد تغلب حد تعزم حد تسبق حد كده يا تبقى بطل أيوة يا دولة أنا عارف دي أنا دولة عارف دولة أنت سمعت إن النهاردة فيه سلعوة ظهرت عندنا في الشارع اللي هو في البزار ده سمعت أه سمعت الحكاية دي اسكت يا دولة بقى السلعوة دي قاعدت تجري وراء العيل كلها والعيل مرعوبين منها وهيا تجري وراهم أم يجروا حلوة انت بقى عملت ايه؟ سبقت العيال كلها يا دولة بطولة أقدد كده مش بطولة ده البطولة كده للسلعوة هي اللي جريت وراته لكن لو أنت بقى اللي جريت وراء السلعوة ورحت ضربها وموتها وخلصت الشارع كله من شراها ساعتها تبقى انت باطل يا لأ ماش يا دولة يا عاي أنا أفهم من كده هون يا دولا أن أنا لو رحت موت السلعوة دلوقت أهو السناء هترضى تتجاوزني؟ طبعاً يا ابني هتبقى بطل يبقى فيك حاجة عوضة هبلك يا ابني بس في إيدي بقى دي يا دولا أنا خارج دلوقتي ومش راجع إلا لما موت السلعوة دي يا أنا يا هي يا رب هي يا رب أخوصي هلو يا سناء أيو جزمة إيه؟ أقرامزي ده يا رب أخوصي طبعاً ما هيجيلك يا باب أنت يعني أنا من إيه؟ أتي لا إيه؟ هي بس المشكلة إن أنا مش عايز يتجوزي بسهولة يعني عايز يبقى له مثلاً موقف أو أي حاجة نقول إن إحنا قبلناها عشان هيعني عشان كده عمل له اختبار أول ما ينجح فيه هجيبه وأجيلك على طول طب يا سناء إيه ظهر نتيجة الاختبار ظهرت سلام أيوة يا بطل الله أكبر لو سألتك أنت مصري تقولي إيه؟ إيه؟ عملت إيه؟ مهودت السلحة يا بطل؟ لا يا دولا أما إيه الدم ده يا بنا؟ دولا إنت شايف الحيطة اللي قدام باب البزار اللي هناك دي؟ أه شايف أنا ما شفت إيه؟ موسيقى 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 لا يا دولة دي هداية الجوازي عام يلا بقى يا بنت يا مقنق بقى علشان احنا انا جايب لي حط دين كاميرا ستة في سبعة كده وانا هنتصور صورتين عند الترابيزة الخشب دي يعني وصورتين بقى عند النفورة اللي هي قدام جامعة القهيرة احنا مش اقل من الحد يا بنت احنا انت متجوزة رمزي رمزي اني بتك يا نو قلي بقى بنت روندو دي بتلعب معاك وانت نوية تتجوزني بالكاميرا ومهري شوية اللي هتصورها لي دي لا يا انت ايه فكرك راح اللي بقيت خالص لا يا حبيب تبصي انا كنت تجيبلك هداية يعني مكان الشابكة عشان انا اشفر انت عرف خدي ده حجاب كانت امي عملهولي عشان ما تحسيتش وفعلا حماني من حاجات كتير اوه اوه على فكرة خدي اوه خدي بقى علشان ايامنا اللي ماضية ان شاء الله ده حجاب ولا درع يا رمزي خد حجابك وزوقك عاجلك مفيش جواز يا رمزي يلا لا لا يا الوى مفيش جواز الا منه سألسان ولا ولا يا سناء يا سناء 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 بالراحة علوات من راحة علوات عشان ده ممكن يروح يدقمر لي التمثيل اللي موجودة في البازار كلها سيبينا نتصرف معاه وليله اي حاجة ياي ايه يا دولة انتو اللي عايزين تتجوزوني ماش انا موافق مش عايزين تتجوزوني انا برضو موافق بس بسرعة علشان انا حاجز ترابيزة البنج انا والعال دي دلوقت اوه بسرعة البنج يا عادل. والله ابن حلال كان عايزي بنجك عشان ما تحسيش بأي قلم. وبعدين بيقولك عايزين تتجوزوني نجي. انا نتنقي عايزين يا سناء. ده اتعمل معا بي بقى بعيد دون. رمزي اطلع برا. يعني فش جواز? اه اه. طيب يا دول ما تقول كده يلا يا جماعة يلا. خطابو لا يعلينا. ويلا يلا ايه 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 مبروك يا سماعي. معلمتيتي بدوي. نعمين يا استاذ دولة. قتلنا تريدات شاي. عناية. دولة والنبن عايش شاي بلبن. بس هو غير شوية معلش. يا ده رمز عيبي ايه ايه احنا عاملين النهاردة بقى حلو الحمد الله. طول عمرك نزيها معلم عادل. تعيش وتسرب. تعيش وتشرب. يا موحليك. اه لان اه لازك معلم خروف. ايه يا راجل. ما شوك لكش من العيد الكبير اللي فات. اتلاقيك انهاربان يا دولة. ايه ليا بقى الاستنكاحة. ايه تشرب بقى خروف. حواش. انت ما قالتش في بيتك ولا ايه خروف. بيت ايه هو فين البيت ده. قال عيد غنايمة خروف قال واحدة قيمة واحدة نايمة. اه شوك على اساس خروف. غنايمة اللي هم بقى انت عندك منتين ولا ايه. المصارفهم اطمى وسطي. شوف الراجل. بقول لك يا معنم عادة. عادك في كلمتين هنا في الروكن كده معنا. ده عناية اوى خروف. اوى اوى. يا اوى اوى يا سلامة. عناية دي. ايه. 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 طيب بقول لك يا خروف انا كنت عايزك بقى في حاجة مهمة. بعدين بعدين. غالبان اوى خروف ده يا اخي. غالبان ده انت الغالبان. اللي داي خروف ده يوزننا كلنا فلوس. اه. اما البيت سنكح ليه يعني. اللي زي دول يا معلمي. هما اللي بيعملوهم. مش عوبت زينا. ميضايقين قرشوهم على الصهرة والفصحة الحلوة والاكلة الحلوة. ده لسه طالع بعمرتين. الواحدة منهم تسوى مليون ونص. ايه. مليون ونص. جابوهم منين. مني ومنك ومن ده ومن ده. ده القرش بيدخل عنده يقفش فيه. ما يطلعش بالسائل. كأنه معايل من عياله. يعني الواحد لو كان حوش من الاول قرش على قرش. وجمعية على جمعية. كان وضعه اختلف دلوقت. اللي زينا اذ ربما نيعيش وعشت المنرات. لكن بيموتوا فقرة بحصرتهم ولا غلط. عشت المنرات ايه عم انت فاكر نفسك متحد صالح. ايه ماجي. الحسابة رجالة. بداوي. بالنسبة للحساب بص. ده الحساب بتاع كوباية بتاعتي. اه من غادر الصحاب. هم الصحاب دول اللي جابوني وارا. انا من النهاردة ما فيس صحاب. مفيش عزايم. مفيش واحد اقطع له مثلا ايه في ميكروباس ولا في قوتوبيس ولا حاجة. وحتى الشاي. انا بعد كده هدفع لنفس الشاي وكل واحد يحسب لنفسه. الحمد لله دولة انا طالب شاي بلبن. ادفع انت بقى معلم. لان انت بطيبة دلوقت ادفعلك لي. ادفعلك لي. انا من النهاردة خلاص مش هدفع لحد. وكده يبقى بريزة على بريزة. تبقى الحياة لذيذة. سلام عليكم زكا دولة. ايه ادي اللفة اللي معاك ديات. دولة دولة شان داوتشين طعمية بتقود بيهم. سان داوتشين. انت تجننت يا دا يا رامزي جايب سان داوتشين. انت يا ابني مش عدد واحد رامزي. اه صح. طيب يبقى تجيب عدد واحد سان داوتش. ايون يا دولة بس انا بحب الطعمية قوي يا عام بقى. مادام بتحب الطعمية ما تجيبش منها يا للا. لانك لو جبت منها وتاكل منها هتحوز تاكل منها تاني هات حاجة ما بتحبهاش. ايون يا دولة بس انا كده اقول لو جبت حاجة انا ما بحبهاش اقوم جايبها ورميها تاني يا دولة. هلو؟ لما ترميها بقى اولاني تاني مرة مش هتجيبها خالص يبقى وفرنا تمنى الاكل مش كل شوية تيجي تقولي عايز فلوس عشان الاكل عايز فلوس عشان الاكل. لا يا عام بقى دا انا كده هون اموت من الجوع يا دولة كده هون. يا سلام لو موت بقى كمان يا رمزي توفر خالص بقى مش اكل بس اكل وشرب ولبس. وفر يا رمزي وفر وفر يا ابني وفر. كريم يا رب. اله ينور بيتك بحريقة. ياللي ما تعتف على الغلبان المسكين كرامة لله. كريم يا رب. اله توقف في طبور العيش يوم بحاله ما تاخد رغيف واحد. وتيجي تشيلك الاسعاب ياللي ما تعتف على الغلبان المسكين كرامة لله. كريم يا رب. اله يمتكي تهرب في مكسة كهربة طلع السلوك منه وقدك دوت. ياللي ما تعتف على الغلبان المسكين كرامة لله. كريم يا رب. منور منور يا عمز بالا. ازاي عمز بالا. شكرا يا حبيبي ربنا يخليك وينولك اللي ببالك يا رب. ولاقي البازار دا بتاعك في يوم من العيام. يا ايه 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 هتدعو وتقول يا رب عايز البازار يبقى بتاعك يعني من مجرد دعوة من شحات. يا وادي رمزي مش تقولي ان الأستاذ عادل هناك. يا أستاذ عادل ربنا يبارك لك ان شاء الله بإذن الله. ويبقى عندك حداشر بازار قادر يا كريم. بس بأخد بالك بقى يا حلو من الضرايب. يا رب يا رب يا دولة ده يا راجل غلبان يا دولة اديله حاجة دولة. اديله حاجة ايه اديله حاجة ايه. لا مش هتديله حاجة ما فيش حاجة شكرا يا عم زبالة شكرا ربنا يكرمك يلا تكي على الله. يا ابني حرام عليك ده انا عندي عملية بكرة الصبح حتى جواب المستشفى اهو. اهو اهو. إيه يا أستاذ عادل لمؤخذة هتزبطني ولا هتفوترني. بص انت ستفعلني فيقة بتاع درايبهات الجينين اللي من الغدهولك والتيك على الله. يلا اتيك على الله. بموت. بموت يا ناس. موت. 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 موت براحتك. وهنبقى ندفنك في أي باسكت برا. ما حاجبني مش عمي 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 مش. ايه ده ثانية واحدة. دي ماما! مامي حبيبتي! انا جبتلك اللطب وجايبولك على النادي حارج! ايه دي يا سيدي الشحات اللي استعبان عليه! معاه موبايل ياه! 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 طب وانا بقى دولة مش هتجيبلي موبايل! جيبلك موبايل؟ اه طبعا! اول ما تموت يا رمز! اله يا رمزي! وانت بتغسل وشك بمقى ساعة تطلع سخنة وتغشغ غطة! ياه! ياه! يا رمزي! ياه! 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 السلام عليكم! سلسلة محلات حلقات شادر الزفارة تراحب بكم وده الأوردر! أوردر ايه ده؟ تعالوا يا راي! تلاتة بياض اتنين موسى اربعة جنباري! تعبان محر! عشرين تحينة! وكل ده بتمسولي الجينة بس! مية حيواني اللي انت على بالتالبات دي! ياه! 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 أنا طلبت السبك! أنا حيواني! أنا الشتم رواش الشتم! ومنبين! منبين! منعاد صغير! ياه! 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 طبنا انا وره! وانا وره! وانا كنت في البغرب! وبعدين كان فيه واحد ساحر بغربي! وروح قواش تابدي! روحت أنا بقى ايه! روحت خلقت الافعة اللي كانت معاه! وروحت الخالق! سالخ جلدك اللي هو! وروحت عملته حزام! حتى الحزام في البلطلول اسوي! ولا يهمك يا بابي! اطلب يا رب! ان شاء الله البحر الأحمر كله! بحر أحمر! هيعمل ايه من فلسور ده كله! هتطور الاسطراض! اخرص يا كلبة! يا حوان ده الحق علي! ان انا كنت عاز ابر عليك! وان انا سمع عصافير بطنوك! اعمل انا بالزازة! زيو زيو زيو! فكنت عاز ابر عليك! وعش كده يعني! روحت انا الرأي البسل! اطعم الفم! وهلق! يلا! ما تقولي يا جده! هاجب لك راديو! وعله لك على الآخر! اقول ليك! ما تسمعش الصوت زأزائة عصافير بطنينة! دي! لكن تجلبني التكلفة دي كلها! بنت يا سنائة ما أصفت الرعبة أيوة جدو ما عايزك بقى تاخدي ايه وحدتين يا سباك بولنطي كده هو هتقلوهم وبعدين هتحط معهم شوية صلطة وتحط معهم شوية لابون عصفر بل هو المعصفر دو وبعدين هترقي معهم عايش معهم عايش وتطلعهم للممرفض طلعهم للممرفض واتح يا وان ايه انزل اجيب لك الساعة لا ما تجيبش ساعة عشان الساعة ده بيعمل انتفاق بينفخ وبيعمل كرش وبيعمل بطن وانا عايزهم ممرفض زى ما هي كده هو وانفاش ويلة ويعني يلا حراب عليك فلوسي شاء هضربو يا انا هضربو يا باري جدو يا حبيبي ده هو يحصد حيدرب الجارز تدرب بيه يا حيوان تدرب بيه دارياد دارياد اه داريبوك راجيب الشوكة بتاع السباك الموسى وغزك هلا غزك يا ايه يا نوريس واحد انت فكير ليه ساعة ترفيزي هلا طب ده انا وانا في المغرب كانت لما علي بتاع اربعتاشر اربعتاشر ساحر وكان معهم المقاشات بتاعتهم اللي هم بتاع الساحر هدول روحت الى خدت بينهم بقى لبقى الشات وروحت الى ايه نزلت بقى وروحت قدتهم اللي بتاع ايه الجيزة راح ونظفوا الشرح يلا يا سلام نضيف اوى جدو مقاشات بكرتلي بيتة سراع ايوة جدو روح يا بيتة اشتريلي شامبول وهو العائلية اللي هو بتاع ضد الاشر عشان ما عنديش اش ضد الاشرة ايه يا عم اليوسف اندياية ما بالمرة بقى يجيبولك كريم ضد البزرة بيتمصخر عشعر جدك يا نهار اسوح طب ده وانا وانا في المغرب وانا في المغرب كان فيه تلاتة تلاتة كانوا عامين بيقدموا علي واحد كان عشان الساكسوكا واحد كان عشان الجنب ده واحد شلو من قدامي هضربوا يعني هضربوا وانا التنازم تتضرب زي زماني هضربك بالحزام بقى بص انا ممكن اضربك بالحزام اللي هو بتاعجيل التعبان ده مراجبه اساسا عشان اضرب العائل الصيع حزام الحمد الله الحمد الله واكلت السمكاتها حتى رجليها ما قولك ايه هي ابو بيرفا الكلت؟ كله يا جدو حتى الشوكة طب كويس 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 طب بصي بقى وخدي ايه دول دول النايب بتاع الدكتور واندهوبلو وهو اموكي الودي عادل الهافق يقول اي سمك عشان هو عيان فممكن يعني وهو ايه واخدي بقى بايس سمك وانديني القطتين اللي برا القطة موسي والقطة موسي والقطة موساميره ايه فلا نسمعها موساميره يا جدو؟ القطة اه عشان خلفت سميره الزموة اللي فات وانا سميتها سميره عشان الابت اللي انا كنت محبها لها رابح حب لا خمس حب ايه ايه انا واحدة حبيتها ايه اسمها سميره كنت محبها ايه عشان كنت سميت القطة عليها والجوزتها بايا جدو؟ سميره؟ اه اخلت بيها بقى عشان كنت انا وعدها بس انا يعني ايه تحكت على اوه الابوم عمري دياب جديدي يحقق أعلى مبيعات بعد ظهوره بالنيو لوك أي كلام بيكتبوه خلاص إعلقت النيو لوك بالمبيعات يعني آآ صح يا دولا دولا هو يعني إيه اللي هو النو لوك ده نو لوك؟ اسمه نيو لوك نيو اي قد؟ أنت مش طالع من إعدادي قد وكنت عارف إنجليزي قد؟ ما ها هو أدولا ما أنا طالع من إعدادي بسبب الإنجليزي ده ليه يا ابني ده الإنجليزي ده سهل جداً very easy لا أدولا أسلانا المادة الوحيدة اللي ما كنتش بفهمها هي الإنجليزي دي ده على أساس أن انت كنت تفهم المواد التانية عموماً نيو لوك مفسرة نفسها نيو يعني إيه؟ نيو يعني شباك شباك؟ أي حصة جاي فيها؟ نيو يا لأ نيو هو نيو يعني مثلاً جديد هو نيو يعني جديد يعني أما بلاقي واحد راجل مثلاً لابس حاجة جديدة بقول إيه؟ الراجل ده لابس جديد في جديد يعني لابس نيو في نيو آآ يا دولا صح أتريني وأنا بروح أشتري لمبة جديدة من عند الكهربائي بقوله لو سمحت عايز لمبة نيو نيو؟ آآ لمبة نيو يعني جديدة قوي يا لأ لانجة يعني أما الشباك يعني إيه دولا أنا هنسيه؟ اللي هو الشباك اللي هو دور دور اللي هو مثلاً ما أجأ أقول لك أوبنزادور يعني اقفل الشباك كده يعني آآ يا دولا عليك يا سلام والله يا دولا ده أنا من غيرك ما سواش حاجة وبيا ما تسواش حاجة برضو يا رمزي يعني دولا بقى اللي هو اللوك يعني ايه اللوك الللي هو إما باجأ بقولك مثلا با aguصي على حاجه باقول لك ي هو الكلام الكتير وطاعة الكالام يا غبي اللي هو � threaten Duks talk 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 talkiera اللي هو الكتير بقى توك توك اللي هو أمش� في الشرق ده اللي يمشي في الشرق بيتكلم؟ لا يا دولا طب أمマ لإيه؟ أي كلام جاي فيه ولا أنا مش عايز أي توك توك معايا اطلع على المخزن عايزك تلك لك للوك عليه وعايزك تنظفه وتخليه نيون بلمع يلا جوب جوب طب انا عايزة طب انا هيا يا دولة حتة حتة مره اصيزة عادل تحت امره يا حتة انا طالب شي قبل الراجل ده انت دي تاني كباة بتنزل هاله وبعدين يعني وانا كمان يا دولة محدش نزللي حاجة انت طلبت حاجة؟ لا اصيز عادل بعد اذنت بقى يعني سبنا شوفي السبوبة يا سلام وهو يعني الراجل ده بيدفع فلوسه وانا بدفع طوب يعني ولا ايه؟ لا بتدفع بس انا ما واخذاني كل برغوت وعلى قد دمه لا 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 بقينا برغيت كمان يا نهاري السوع فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضا؟ يا دولة دي قلة الاصل عالسيف وعالسكينة بطيخ ويا ما دقت عالراس كفوف ويا ما دقت عالقفوف كفوف لا 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 انتو هتلونه علي انتو الاتنين بقى قول ايه؟ وهنلون عليك ليه وانت سبورة يحلو بقى بيها ملامح وشه بس كده يا دولة السبورة هتتمسحوا مشان نعرف ندفع بص بص بقى رمزي انا يعني ساكت عشان اسوزة عادل قاعد بس انما لو كنت لوحدك كنت وريتك ايه هتعمل له ايه؟ اه يا حتة ما تخلنيش اغضب عليك اقوم اقطعك لمية حتة اه يا دولة والنبي ونحط بقى كل حتة في حتة بس بقى اسيب لي حتة لقى كده لقى كده ماشي طب انتو بقى الاتنين زباين كحيتي واخيركو اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب وما تدفعوش بقى شايش يا سلام اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا مبالح طالبين تلاتة شاي اه تلاتة شاي بعد ما اتكسرتوا التانية وانا اللي دفعت امن الكبال الكسري يا حتة يا حتة لاح صح ايو باشا الراجل اللي بيندها بقى ده وصوز عادل بيدفع بقى شايش خمسة جنيه ايه يا حتة؟ خمسة جنيه ليه يعني بشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عندهم حل زيك ولما اغز يعني كان فقران زيك بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده خمس محلات وكل ده في سنة واحدة اكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجة؟ لا بصراحة الراجل ماشي في السليم قوي في السليم وعمل الفلوس دي في سنة ازاي يعني؟ يعني زبط نفسه بقى كده وراح مطور شغله وراح جايه بواحدة هو انت سعيد بواحدتك دي يا لها رمزي؟ بص يا دولا هو انا من زمان يعني وانا ملطوي ملطوي؟ يعني من مالطة يعني مش من مصر يعني؟ لا انا اقصد يعني ان انا شخصيتك ده هو المنكمشة على ذات نفسيتها لا ما هي منكمشة اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ما ساع يا دولا انا بنسجم على الحيوانات كده وانا ما بحبش البني قدمين على فكرة انا كنفس اطلع انفد انفد وايه مجموعةك مجابش انك تطلع انفد وانفد في الدنيا واسلك بقى عارف انا نفسي انك انت تنفد من البازار ده واسلك انا بقى يا دولا خلاص بقى لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دولا انا خلاص اطلعت بني قدم ولا حصل حصل يا ابني انت فاهم انك بني قدم انت مش بني قدم انت مخلوق عجيب يا لا اولا عمرك يا لا فكرت مسلا ترتبط بواحدة ستة يا ايه اخلاص ايه يا نص ساعة يا يا بص يا دولا بقى ما تفتقش في الفتوءات يا عام اللي خياطها الزمن فتوءات انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة عالة ولا ايه صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا حضرتك اي خدمة يعني حضرتك دخل البازار فعلا اصدق البازار ولا للاسف مسلا دخلتي غلط اوه في ايه مين المسؤول انا على البازار ده مع حضرتك عادل سعيد رئيس مجلس ادارة البازار والمسؤول الاول زائد ان انا المحاسب القانوني للبازار اوكي اوكي Dilما اتكلم ران يا مرطب تكلم امو ياسمين بقى بسرعة اوه يا غبي بتطلع اصرار بيتي ان هم في الشغل يا غبي ايه يا ران ام لو سمحت يا ابو حملات انت اين لو سمحت يا ابو حملات بتفتكر الحملات حضرتك بصي ليا اسمي اللي تندايلي بيه وانا هعرفوا منين اسمك ده انا بتسألي دولة مين دولة؟ دولة ابن عمي دولة ده احنا ده كل القهوة اللي بنقعد عليها عارفين وكل الناس اللي قاعدين في الشقة بتاعته عارفين وكل انت خلاص ابيض خلاص كده ابيض يا ابني انت مالك انا لسه جاي من الشرع دلوقت استغفر الله العظيمة ربي جاي بقى من الشرع عشان يلمك بزار ولا ايه انت احبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه بص بقولك ايه بقى ما تقعدش بقى اتحيريني بقى كده هون علشان انا مش فاضي انا مش فاضي عندي شغل عندي اله الطفولة ميت ورائع عايزة اروح اردعه لا 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 انت رائع انت ما حصلتش انت تحفة انا عارف ده كله عارف بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعملك تخفضات وليل وليل خالص ما فيش حضرتك شلم ولا ملين هي ارضى ارزله ما فيك شلن وملين؟ لا انت ما تستقل بنفسك جدا بص يا اساز انت بنظري ما تسويش اقل من ربع اجمال طب لا سمحتئ بأي بعد بس ايديك شوف ماشر انا ماشي ماشي خلاص ماشي سلام 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 ربيتك انا قاسف جدا الوادي الغبي ده يكون ديقك ولا حاجة ما يعني؟ والله بصراحة يا أستاذ أنا ما يديقنيش غير المتطفلين وكمان تطفلت على الهانم يا غبي ولا روح إجري نظف تمثال إلهي القزارة إجري لا 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 لو مشي أنا مش هشتري ولا حاجة بالبزار ده أصلا أنا معجبة جدا بشخصية الأستاذ لو سمحت ممكن أسمح حضرتك حضرتك أنا اسمي رامزي الشهير بأب الرماميز ابن عم دول حضرتك أنا بقى دولة يعتبر من أكبر شعراء البزارات اللي في مصر كلها بالإضافة أن أنا بحل كلمات متقاطعة بتفرج على أكبر أستاذ رامزي نعم ذكرت بتاعي ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني موسي حضرتك غبي افتكر عايزة التليفون نفسه غبي غبي يعني أنا بموت في الشخصية دي تموتي في إيه حضرتك بقولك غبي غبي يعني بالعكس يا أستاذ ده مش غباء ده غمود غمود إيه ده غباء حضرتك حضرتك ولو بتدوري على الغباء مغبة منه عايز كارت بقى رامزي أرجوك نعم كارتي معاك أنا مستعجلة دلوقتي لازم أروح أنت لازم تتصل بي عشان نتكلم معاك مروة توب جي مخرجة أعلانات باي 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 الكارت في عيني ما تقلعيش ما تعمليه بالكارت ده إيه دول هاعد بقى رنلها رنلها دول رنلها إيه يلا؟ وبعدين دي مخرجة أعلانات أكيد يلا هياخدوك يحطوك على عينة بالسامنة يلا انت بقى حضرتك يعني ما تزعلش مني في الكلام اللي أنا هقوله يعني ها؟ لون عين حضرتك يعني كده مش آآ مش عقباك هي لونها أخضر كده هو ده مرض؟ مرض إيه يا رجال؟ الحاجات دي حلوة عند الستات إن عينيها تكون خضرة والرجالة بالأخص بحبوا الموضوع ده أنا محدش قال لي من الرجال إزاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا الرمزي لا 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 دي مذهلة لا والله إنت اللي مذهلة حاضتك تحب لون عينيها تكون إيه؟ أنا بحبها لونها التنفسجي تنفسجي؟ تنفسجي؟ وله للأسف يا أستاذ رمزي أنا ما عنديش اللون ده أنا عندي في البيت لون كركري ينفع والله إلما تكركري بقى تلبسيها بقولي لي يخرب بيت دماغك يا رمزي بص يا رمزي أنا مخرجة أنا مش ضد عمل المرأة كممرضة خالص ممرضة مين يا ابن انت اللي مريض؟ افهم يا رمزي افهم أنا معجبة بيك ألا ألا توقعه لا تقولي كده من الآخر يعني لا مقصودش كده أنا معجبة بيك كمخرجة معكبة بتكوينك ونفسي أستغله لا 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 حضرتك لا أنا ما أسمعش أنا الرمزي ما أسمعش حدي يستغله كمخرجة ايد يلا اللي انت عامله داي ياخرب بيتك عمل لي قسطول فرعوني يلا بالورقة مسطول فرعوني؟ ايه دولا و احنا اي حاجة كدوان ننسبها للفرعانة حتى المخدرات يا دولا بص بقى السفينة دي سفينتي يلا يخرب بيتك ايه اخرب بيتك عمل بك ايه ايه ايد ايدة ايدة انت بتضربه وبتشتبه يا اخي ايه انت معندكش قلب معلش معلش يا رموستي معلش رموستك؟ اه وكمان موستي موستك؟ والله يا نقنق والله ومالكي علي حلفان يا حبيبة قلبي انا عمري عمري ما هزعل منك طول ما انا شايفك بنضارتي يا نقنق لا نضارتك زين هنا فيها كلام تاني بس مش وقته ايه عايزة ايه من نضارته حضرتك عايزة تلبسي نضارته لعلمك لو لبست النضارة عينيك هتصرب خدوا خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا انتو تعبانين قوي مش شغل الله عشان دوشات ايدي يا نقنق دي فراخ بالحلاوة اللي انت بتحبها الله فراخ بالحلاوة الله ياخدك فراخ بالحلاوة الله يقرفك وانت من امتك كرم والحنية دي ده انت ما كنت بتديني البنك هابتلزق في سناني ناقص بقى حضرتك تعمليله سمك بالمربة سمك بالمربة لا مش ممكن حتبخولك بكرة نضفت السمك بالزفارة وحشيته مربة وجاهز على الطبيخ بس انا للأسف كده معزوم على الغداء بكرة يعني مع البيت مروة دي لا انا مش طيقها مروة مين ومش طيقها ايه بقولك حتبخلك وسمك بالمربة تقولي مروة لازم تجي تزفر بقق بالسامك يا سلام على طول لسانك زفر وعايزة تزفر لسان الوقت طول الوقت ما بناخدش منك حاج عدلة ابدا ما حاجش واجه للك كلام بتوحشو ما حاجش واجه للك كلام رموزة افتكرت اه 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 احبق قتصل بك على الموبايل ماشي وهتشايك عليك؟ ايه وهتشايك عليك انت شيك من غير عاجة يا نقنق نقنق ايه ده دي كلمة شعارية قوي انا حاول طول الليل احلم بكلمة نقنق ديت جديدة جديدة قوي في السوق عالاساس ان انا ايه بقى في البزار ده يعني؟ تمثال اله الكبري؟ نتسليك ايدك يا بنتي من قاسك يا بنتي حد فوقاني حد فوقاني يا توري يلا يلا تكع الله ابو بينات ما حشيك عليك بقى ان شاء الله في الله يلا تكع الله بره 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 يا بنفهم بقى انا هعمل منك موديل مشهور كبير تكسر الدنيا دي كلها بظرف اسبوع واحد بس هو مدة الحملة الدعائية ده انت هتبقى اشهر واهم من احمد عز مين احمد عز ده؟ وبعدين بقول لي حضرتك ايه احترمي نفسك يعني ايه موديل موديل؟ انا انا روح انا بني ادم اش عارفة اخش للكائن الفضائي ده ازاي؟ وبقى خبط على الباب وانا افتح لك يا زيتي لكن بعد قوليلي موديل وقرون والحاجات دي انا ما سحملت كلكيش يا بنفهم ارجوك ارجوك انا عندي منتج اعلاني ما ينفعش حد غيرك يبقى الموديل بتاعه اه بسوق عربيات يعني وكده؟ ده يا سيت بوتس انا بقى عمل حوادث بالعربيات اذا كانت عربيات يعني في الملايا المكاربة ديان ماشي بس تبقى الكاربة مقطوعة يا ربي يا ربي انا عملت شرور كتير في حياتي ولكن العقاب ده اكبر واهم من اي خطأ انا ارتكبته يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله 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 وكمان بتروله يا حبيبي بتخني فترة ما قبل الخطوبة يا اخي طب اصلنا للجواز كنت عدهالك معلش احنا قاسفين جدا يا استاذة مروه يعني ان حضرتك شايف المناظر دي انا قاسف جدا بقولك ايه رمز ده ابن عمي وبيحبيني انا ومتكلم علي انا وبان قصة حب مستمر اوعى يا اخي مستمرها بقى لها سنين بجد يانق بجد الله يا ! وانا فاكرت هذيقك ليه طول السنين اللي فاتت دي يان اهانة طلع حب واستكانة تعرفت علي عائلتي على اتنين من اسبل عائلتي يعني عائلة الصغيرة دول اسبل اتنين فيها صراحة بتنتي بقولك ايه رمز ده تنسيه خالص وتشليه من دماغك وتدلتي نمر التليفون ومن على تليفوني وتشلي عنيك الحلوة اللي يتدبي فيها تمنتاشر أربجي دي من عليه اه ما تحترمي نفسك يا ستنتي عينيني ايه ولوز ايه انتوا فهمين الموضوع غلط يا جماعة اه حضرتك انا الوحيد اللي فاهم الموضوع الصح واضح طبعا ان حضرتك يعني بتميلي ليلي وبعدين عايزاني اغير من الحيوان ده صح؟ لا 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 انتوا مجانين رسمي يا جماعة انا مروة طبجي مخرجة الاعلانات المشهورة في مصر ورمزي ده هو بس عشان استعمله واستخدمه عشان يبقى الموضل بتاع المنتج بتاعي اللي محدش عايز يعمله منتج؟ منتج ايه؟ منتج ايه اللي محدش عايز يعمله لك ده؟ اسمع يا ستنتي انا مسكة حاملة دعائية اسمها نمي زكائك ورتب اوراقك وده كورس سيني محتكين بني ادم غبي عشان يعمل الموضل بتاع الاعلان للأسف لفيت الدنيا دي كلها ما لقيتش اغبى من البني ادم ده بقى هيا كده الحكاية؟ وانا اللي كنت فكركي معجبة بيه؟ معجبة بيه ايه؟ ما انا قلتلك من الاول معجبة بيه انا يا ماما بي ايه و سي ايه؟ ده مفيش واحدة حتى لو كسرت بص على البني ادم ده دي الشماعة حتى الشماعة تقرف ان انت تعلق هدومك ولا حملاتك دول عليها وقع يا نقنق ايه الغلط ده بقى ليه الغلط حضرتك انا اتكلمتك عشان تقضي تغلطي 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 الحملات عملتلك ايه؟ يا سلام عملت هزا فيك من الصبح يا لا وانت ساكت الحملات هي اللي وفت في زورك يا لا ايه ده يا عادل سب لنا الطالع عظيم ايه ده يا اخوي يا حبيبي يا شقيقي يا بارد يا رمة يا حمر يا كلب يا معفن يا زفت يا ليه ادب يا عادل التربية انت انت الله يخرب فيه واحدة عندها زرة عقلي تبص الواحد زيك وانا للألي وانا يحب عمري كله بسبب غيرة الستات ايه ان انا بالراحة ان انا بالراحة خلاص 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 يا سناء خلاص سي بي سي بي سي بي الحمدلله احنا اسفين جدا للمنازل اللي انت شايفها دي يعني اسفين جدا صراحة لا ولا اسفين ولا حاجة انا حسبها كده تقطع في رميو بتاعها وعود على الله في النحتايا دي ايه بقول لي حضرتك ايه بعد اذنك يعني أعوذك على الله في النحتية لأن النحتية تفضل شغالة بدلا ما كنت تعملوا إعلان عن اللي ما يستعملش البرنامج يبقى غبي زي رمزي اعملوا الإعلان على إن اللي يستعمل البرنامج يبقى زكي زي عادل سعيد عادل سعيد اسم له تاريخ عجيب يا سلام أنا هعتزل الإعلانات أنا هتجوز وعد في البيت عجبك كده عجبك كده طبشتها بس بس خلاص يا سناء خلاص يا سناء خلاص يا سناء خلاص يا جزمة خلاص يا جزمة مندوب أهلا وسهلا اسم حضرتك فانيلي ده اسم العيلة فامني آه أكيد طبعا الوالد بقى كان بيشتغل في الملابس الداخلية أول ما نخترع الكرسون ما أكيد طبعا عشان البرد في الشتاء يعني والحاجة أم الاختراع أنا بقول حياتك يعني نبطل كلام في الأمور الداخلية ونتكلم في المهم عندك حضرتك أنا كان عندي شوية أسئلة يا ريت يعني تجاوبني عليها أنا بصفة المسؤول الأول عن شركة يما الأمر على الباب فمفوض إن أجاوب عن جميع الأسئلة اللي قلوها الجماهير حضرتك يعني السؤال الأولاني عبارة عن الأبراج اللي إمتوا حضرتك يعني هتعملوها إن شاء الله في الأمر دي هتبقى بإذن الله بعد قد إيه تسليم مفتاح مثلا آه إنت تقصد حضرتك إيه بالظبط هقصد إيه إيه يعني حضرتك الزبان اللي إحنا هنقنعهم يعني نقولهم هيستلموا شؤاءهم على المفتاح إمتى يعني آه في هذا القرن إن شاء الله في القرن ده في القرن ده الساعة كان بالظبط جرى إيه عادل الساعة محدد إنت قوي اسألوا يوم إيه يوم إيه حضرتك إحنا هنبدأ نعمل أعمال المحارة إن شاء الله قريب قريب يعني حضرتك الناس اللي هيستلموا هيستلموا محارة وحلوق وهم هيشطبوا بالظبط كده طب أنا كان عندي سؤال حدك هل هيبقى فيه خطة أمر أرض بحيث إن إحنا ينبقى عادين على الأمر وأهلنا هيبقى عادين على الأرض فهنبقى محتاجين كل خميس وجمعة كده ننزل على الأرض وبكية كل السبت بقى الصبح نرجع تاني على الأمر يعني هيبقى فيه ترونسبورتيشن إعنا هنعمل شبكة مواصلات صاروخية من الأرض للأمر هتشتغل سبعة وسبعين ساعة ضوئية شيش تربجيش أنا هل فيه مواصلات على الأمر نفسه يعني مثلا.. مترو الأنفاء توك توك الأمر آآآآآآآآآ بس يا ريت لو هيبقى فيه توك توك الأمر بلاش العيال الصغيرة هم ليسوقل التوك توك حضرتك يعني السبب بسيط جدا لسا عيل صغيرة كان ساية توك توك خبط الكلب البلدي بتاع الواد فتلة والواد متضمر متضمر على اللي هو المحور بتاع المونيب دا حضرتك وبعدين لو ما دم هنطلع توك توك على الأمر نرخص من بدري بقى لاDon هنرخص ان شاء الله بص قادي الخريطة بوجودة آتي بص بأسير وهيبقى لكم في الخريطة دي الخريطة تمام بص لكم عدتين أرض مجانا وبعربهم لكم على حسابنا بس ينتون شطروا وسواءوا الأرض للجماهير ناخد لأن ناسيا دي ناخد لأن ناسيا دي حلو لا بس ملاش لأن ناسيا معقولة! خلّصتم مهمتكم بالسرعة ده انتوكي ده انتو حاجة مش معقولة أبدا ده انتو حاجة عظيمة ما هو ده شعرنا حضرتك سرعة في الأداء دقة في التنفيذ حضرتك الفلوسة هي كلها موجودة وهتلاقي حضرتك فيهم شوية إرباع وإنساس كده هو دول من شوية شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا الأمر يكونوا نفسهم يعني ده انتو كده هتشجعوني ان انا قديكم كوكب عطارد 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 حضرت حضرتك دي مسؤولية ضخمة قوي علينا السنة السنة تقالي ما تدلقيش حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زوحل وبلوته انا بحب بلوته قوي صراحة بعد وبعدين انا من زمان كنت باحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السماء كلها بقى انا هديك توكيل خردوات في المجرة المجرة طب حضرتك يعني معلش طلب يعني مهم شوية الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعينوا الأرض اللي يسكونوا عليها انا هعمل لكم رحلة صاروخي احنا مظلومين يا باشا سيتك حضرتك يا صباح الخيال بقى حضرتك عايز تعب الأمر في أزايز لا طبعا يا فندم دي حاجة ما تتصدقش يعني يا حضرتك انا ما عرفش حاجة عن الموضوع ده حضرتك هي دي صحبة الفكرة يا عادل بتبعني يا عادل انا مرادك يا عادل مرادك اه بيعك طبعا ما دا ما عرفناش نبيع الأمر اي حاجة تجيب لنا اي حاجة في اي حتة تابون ازاي تقسمها وكلامها يا باشا هنعمل ايه مفيش حقوق في البلد دي السكن فيه ولا انا مش لسه مسكك من خمس سنين انت والبت دي في الحديقة الدولية ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله بس من خمس سنين دي عادل تخلينا في النهاردة حضرتك يا باشا ساعتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شركها بس احنا اتنصب علينا يا باشا اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا شوفوه بقى متعلق على انهو حبل واقبضوا عليه جاري البحث عنه قدينا بندور وحليني بقى حزب عليك انا شوية حزب بقى اهو اهو هو دا يا باشا حضرتك فانيلا هو فانيلا؟ فانيلا ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمد يا بانطلون يخرب بيت اكم زور اسمك وماشي بالفانيلا وصيب البانطلون هو انا كل شوية يا باشا ناصبها تحصر في البالد تمسكون انا معلاش يا سيدي استحمل اصلي فين ادرا اللي مين دول في النصابين وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل الشنطة دي اللي فان فلوس؟ دي كنت ناوة هج بيها على بانها الامين عكاشني على اول الطريق الزراح تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبانها كنت ناوة عيش في الحلال اجيب نحلتين واعمل منح العسل فضل حضرتك نحلتين يعمل بيهم منح العسل يعني ده انت لو جبت النحلتين قاعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمدة سنة مش هيعملولك معلقة عسل بدل ما تجيب معلقة عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل بيه بص النصبه بص النصبه معلش يا عادل ما يمكن الرجل عايز يبتق من الصف يا حبيبي شفت شفت حضرتك شريكته في الجريمة سان كيو جوت افتر نون جوت افتر نون يا دولة ايه يا عم السرحانة اللي انت فيها دي من الصبح يا دولة لا مفيش 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 على رمزي برضو يا دولة في ايه يا عم؟ مفيش اللي اقول لي يا رمزي هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دولة اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجة يمندور؟ اتقلب كتير ابقى نايم في قوضة اصحى لاقي نفسه في قوضة تانية قوضة تانية؟ لا يا دولة مش معقولة ديان يعني ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالا كنت نايم؟ شاني وانا نايم من غير ما حس بيها زاكي اه صح يا دولة صح معاك دي حق يعني طب دولة ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم؟ اه على فكرة دولة في واحد في البلد عندنا كان كدهون برضو بالزبط لحد في يوم كدهون لقوه بيصايف في اسكندرين بمشي وانا نايم؟ يعني تفتكر الرمز حكاية ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقية يعني؟ يا دولة يا حبيبي دي حقيقة مؤكدة علمياً حقيقة مؤكدة انت بايه يعني بتقرأ من ورايا بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دولة ان شاء الله اطفحوا لا يا عم دي بس شوية معلومات عامية كده هو اه اه اكيد معلومات عامية مادام جاتلك وما رحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عامية طبعاً جاهل زى ورا اطفحوا برا انا لا اطفحوا برا انا ايه دولة? 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 ايه دولة حبيبي زك دولة عامل ايه? عامل ايه? ايه؟ في ايه? ايه اقراض الهرنزي؟ في مشاي ليلة، في اقراض مذا مع ف Abs اها اعلام مبوبة مبوبة ايه? psychي بس المبوبة مبوبة بس الحوادث يالا school اه امبوابة دا الحوادث يالا انفجار مصورة في وسط القاهرة ماذا ما هو إلى المثالة صوت عيدي؟ تحديما اليها اه ماشى ادولة اه مقتر رقصة في حي الهرم ايه اطولك؟ انت زباننا فنبظلني ايه? لمدة انت لايك بريد علاقة بها؟ مش على علاقة ولا حاجة يلا فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكورباجوة حتى ضربك وانت في البزار فاكر يلا ما تفكرنيش بقى دولا لا انت صحيح لا رمزك لإحساسك ايه وانا مسك الكورباجوة او مال بقطع فيك انا دولا يعني حسيت ساعتك كدوان ان انا كدوان يعني اسل واقف في البزار كدوان وانت عمال بقى ترواضه بيروضوا الاسود في البزارات دلوقتي يلا ده في السرك يلا وبعدين بيروضوا حيونات كتير غير الاسود طيب يا دولا احنا ما علينا دلوقتي عم ايه علاقة بقى الحادثة دي انا دولا باليوم اللي انت ضربتني فيه عم ما ناقصت يلا خايف اكون انا اللي عملتها يلا عملت يا دولا معقولة يا دولا تكون وصلت للقتل انا بقول لك يمكن يلا يمكن هتلبسني مصيبة حرام عليك يا دولا حرام عليك عملت لك ايه الرأسك كدوان تقتلها في حزي شباب بادلة الرأس يا دولا بقول لك يمكن مش انا مش اكيد بقول لك يمكن بص يا دولا انت لبسها لبسها يا عم اه لا بقى انت دولا ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم بيبقى كلك شرق الله صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي ايوه يا دولا بيبقى شكلك كده هون يعني قتل قتل طب اعمل ايه دلوقتي اعمل ايه بص يا دولا انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص ايه بس انا لو سلمت نفس البوليس البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم يا دولا لا هيصدق ادول انت تروح تقول لهم ايه انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحياة ربنا واحلف وهما هيصدقون كل سببوك يا سلاة يصدقوني بالسهولة دي ايوه يا دولا ده زكان يا عم انا مصدقك البوليس مش هيصدقك يا عموا انا يا عم هروح اشهد معك يا دولا انت بالذات ماينفعش تشهد معي يا ابني انت اساسا معك شهادة معاملة اطفال وهم ما بياخدوش بشهادة الاطفال ما تتكلمش خلص طب ارابش انا بيقو اعمل تعمل ايه؟ تعمل انا ترب ان شاهم امم ساعات الباشا منورة باشا مش بعد الزيارة دي خير يعني جات لنا يا غبريان زبان عندكم مزاجهم عالي وبشرابو حشيش على الشيشة حشيش؟ اشعات مغردة يا باشا لما اغزى ساعاتك شايفة وزباننا كلهم ناس محترمين ومش اي حد يعني و الناس هتبال عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا باشا عاوزي القهو دي بتقفل لكن زبايننا لما اخزة من احسن الرجال وعنده قوى مثلا يعني السيزة عادل ده راجل محترم وصاحب بزار ماشي خير يا باشا مفيش حاجة لو سمحت ساعت الباشا كنت عايز حضرتك يعني بص حضرتك يعني مش مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوة كدوان قدام الناس علشان الشوشرة يعني هو بص هو قال لي يعني ان انا هيسلم نفسه بهدوء ابدو على مين يا لا? على دول ده دولة حبيبي ما هو اللي قتلها بس صدقني يا حضرت الامين هو والله كناية باتعمل ايه بتعمل ايه خربي تكب انسلمني يا رمزي يا دولة هسلكك هسلكك هكزة قتل قتل مين بقى قتل الرقصة حضرتك اهي اهي الرقصة هي اهي وبيدوروا علي المجرم والمجرم اهو ابوضوا عليه يا حضرتك انا معملش يعني والله يا رمزي ماشى يا رمزي بتعمل كده فيا يا رمزي ماشي يا دولة ده انا الواجب بيحتم علي ان انا ابلغ عنك. يحتم? وانت جبت يحتم دي من اين? يا دي خربتك يا لما انا ما اتقبض عليها تبقى انت في الشوارع يا لو انت عندك شوق غير في البزار يا لها. لا يا دولة بص انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولة ما تقلقش. يا حاضر سيدة بص انا هقول لك قادرتك حاجة انا مجدش الواحد يبقى في الجريمة دي. مين كان معاها? كان معاها رمزي وهو كان بيقفل علي وانا عمال بضرب الرقاص. ايه ده ايه دولة دولة عكي ده وانت ضيع مستقبلي? مستقبلي كنت ليك مستقبلي يا صايح. تعال معاها في الحابس على القالة هتلاقي لقمة. طب حضرتك انا رجعت بكلامي هو ما عملش حاجة. قدامي يالله. هو ما عملش حاجة. ده كان ليه? ايه دولة دولة هما دول الكفار يا دولة? ولا ولا ما تستهبلش يا لعشان دول ممكن يقطعونا هنا. ايه دول خيرة شباب مصر دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل? يا رؤيت ابو نبقى دولة اصورني جنبهم يا دولة حبايب 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 حبايب. يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة. ايه ده يا عطائيه? انتو هتهزاروا معانا ولا ايه? يا حضرتك احنا ما بنهزارش. وبعا انت بتتكلم معانا على الاساس ايه روح يبعت لنا حد كبير يالله احنا جايين ان هو في مدرسة كي جي وان. كي جي? طيب. انا هبعت لك اصغى يوحش في الفصل. الله عليك يا دولة. ايه الاجرام ده انت مجرم جرمانة يا دولة. اما ليه هلا? اما ليه لازم تاخدها من اولها كده هلا? تعرف انا ديتها انا ملوهم بس شوية واقوم اقطعهم واحد واحد. كنتو من من زماني يا دولة? ملاكش دعوة. نعم. ملاكش دعوة. نعم. ايه ده? اه ايه حضرتك ايه هو ازاي يقومك ازاي يقومك? ازاي يقومك. ده الجنة للوقت ده في تماغوة اللي ايه? لا حضرتك روح يرتاح تاني وبعتلينا الصغير اللي بعتك تفضل حضرتك. انتو جايين تهزروا هنا يعطف? لا بقولك ايه انت كده غلطت غلطة عمرك نزل ايدك. انت بتعرفش انت بتكلم مع مين يا ابني. بتكلم مع مين يعني. لا. يا سيكسي وان. لا حضرتك رائعني دا انت الي بتهزر فحدثة بص حضرتك انا ايه وس أت Parameter اسم ايه كلي ق Have seen بس يعني تخصص رقصات. لكن ان شاء الله nuevegood اوسع نشاطي واخش مع الاحجام التانية والشرمات وكله يعني رقصات أ麻ل فين السغلط ايه يا رجل جدا الي بطلع في المصباح surge ايه يا راجل الليه بنطلب منه؟ اخه اقو لي نفسها ابقى ذاكى، بقول يالى كما انت استعبطتهذنا فصلنا وبالايي نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى انت عمان من الصبح تمخمط فينا وإحنا سكتلك سكتلك انت مين؟ أنا حشونة المفتاري قتل لحد دلوقتي ألف أهلاً وسهلاً يا أستاذ شهريار أهلاً وسهلاً حضرتك شكلة كلام لهم فيه يا حضرتك فيه هنا تزل لو سمح عادل سهي أيوة أنا فوق زيارة فيزي الزيارة؟ يا ترى مين اللي جايلي دلوقتي؟ عادل يا عادل يا حبيبي انت فين؟ أنا هنا هو يا رانيا يا عادل يا بيبي تعالي يا بيبي أيوة لو سمحت يا أستاذ بس ممكن تنزل لي أكلم المدام؟ يعني خدمة الموزس شكين أمي شكين شكين عادل وحشتني انت وحشتني أو يا رانيا عامل إيه يا حبيبي؟ أنا أنا كويس أوي الحمد لله بس وعي تصدق عني أي حاجة أنا بري يا رانيا أنا بري يا بيبي لا لا مش مصدقها يا حبيبي انت حياتي يا رواي أنا مصدقك انت بس وأنا كمان يا رانيا أنا بريء 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 إيه إيه إتنشر بريء ده هي قضية واحدة هتقود فيها نص ساعة بيبي بيبي بقول هم صحيح هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقة غير الشريفة بالستة دي يا عادل يا رانيا هيبقى ضربك جوه بره وبعدين خرجي ايدك بسرعة عشان ممكن يكلقوها علاقة اللي غير شريفة انت على طول بتصدق الإشاعات يا رانيا يا رانيا أنا ما عرفش حد غيرك وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا يا تيتي واللهي وانا مصدقك يا حبيبي وانا كمان عانيك يا عادل عانيك حاس انهم عمصين كده مش عارفين حزينة حزينة عشان الظروف اللي انا فيها يا رانيا معلش بس انت اهم حاجة عرفت كل حاجة يا دولة يا دولة يا دولة وحنا في وقت حب دلوقت يا دولة ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من النوع يا عم سيبنا في اللحزة رومانسية اللي احتي فيها تيارجوم ايوه ايوه صح صح والله ايه السيارة انتهاءة معلش يا حضرت السول ممكن بس سيبنا خمسة كمان فينش حضرتك بس خمس زقية مجراش حاجة زقين معلش يا رانيا هشكل وحافظ مش فاهم ما جبتيش معاكي اي اكل عيش حلاوة بتاعها لا والله يا عادل ده انا كنت فاكرة يعني ان انت هتبقى خايف هنا بس اقول لك ايه انا ممكن اعمل لك ديليفوري ديليفوري ايه بس هيبرد على ما يفتشوا يدخلوهن هنا لا يا دولة والنبي بوس خليها تجيب لنا البتاع دهون عشان انا كالنفسي من زمان او 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 دوق اهو ايه اللي نفسك تدوق ايه اللي هو الديليفوري ده دولة انت عارف ايه هو ده او اه لا ولا مش مقصر بقاوطك خالص رانيا ايه تكري انت على الله اه بس بقولك ايه لازم تشوفرنا على رأي رامزي اللي هو الموانس اللي هيجي تخربتك المحامل اللي هيجي تطلعنا ده ضروري يا رانيا طبعا يا عادل طبعا انت بتهرج بس انت مش تهيب لي فلوس اه فلوس اخدي من ماما او سناء لغاية المخروج اه ماما او سناء يبقى انت لابت بقى في الزنزانة العمر كله يا حبيبي ايه يا رانيا اتصرفي لو سمحت يا رانيا اتصرفي بعد اسر ايش عارف بيش عارف مع السلامة رانيا مع السلامة رانيا مع السلامة مع السلامة رانيا مع السلامة ايو عكون بتسرق يا دولة يتتحارق بتتخدق اخزارة اخزارة عادل ورامزي ايو ايو حضرت الزفت عايزكم خدتوا براءة براءة دولة كافينت دولة دولة جبتلك شوريتهم من كل سون اللي انت عايزوا يا عم جبت الأطلال؟ الأطلال أيوه هي دي الأطلال طبعاً انت شفت يلا الأغنية دي ومكلسون بتقول كيف كان الحب أمس خبراً وحديثاً من أحاديث الجوة شفت الكلام؟ الله يا دولة الله لا يعني ايه الكلام ده يا دولة؟ ايه الكلام؟ انت مش فاهم الكلام متى الأغنية؟ لا خرف بيه بص يلا كيف كان الحب أمس خبراً يعني كيف كان الحب عارف انت الحب اللي هما اتنين بيحبوا بعض اه اه امس خبراً امس اللي هو اتمسه بالخير عشان ايه اتأخرته الدنيا ليلة اه وخبراً هجيب خبرة لو اتأخرت تاني انت فاهم اه يا دولة الله على الكلام مين اللي كاتب الكلام ده يا دولة ده؟ هه الأطلال يا ابني قصيدة جامدة للشاعر الكبير لأستاذ رياد السنباطي تب دولة يعني ايه الأطلال يعني ايه بس يا دي بس اللي أنا مش فاهمها يا حب الأطلال لما بيكون ايه مثلا واحد واقف في الطل كده هم دول الأطلال بقى اه اه انا بقى كنت فاكرة حاجة غير كده خالص يا دولة اه 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 اهلا وسهلا حضرتك اي خدمة اعايزة تمثال ولا ورق برضي؟ انا عايزة اشوف توت عن خاامون ايدك على متين جنيه انا عايزة اتفرد بس انا باشتريش لا او احنا هنا حضرتك في المتحف احنا هنا بنبيع بس حضرتك كم من تافه تعفرت به ليلاً دي الأطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحاً اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتاً لبلبلي؟ كم من صدفة كشاعرة تلقيني امام شاعري؟ يا اهلا وسهلا شاعرة عندي في البزارة طب دال يا فندم يا اهلا وسهلا رمضي نريد اتنين حاجة سعر حاضر ايدون انا الشاعرة هفيفة حب رئيسة رابطة الشعر الميتم يا سلام رابطة الشعر الميتم طبعاً معروفة اللي انشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه ايوه وعدو النشط في جماعية القصيدة العمياء طبعاً للقصيدة العمياء اللي انشاها الأستاذ سعد العور الله يرحمه في أصل ثقافة الأنفوشي الله يرحمه ايه سراء المعلومات ده؟ انا للأسف كنت فاكراك زي بقيت العمي والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر ايه ده ايه ده انا انا ما فهمش قيمة الشعر لا بقى ده حضرتك انا حافظ كل القصايد بتاعت الشعر عندك مثلا الاطلال اللي هي اتمث بالخير عشان الدنيا ليلته وانتأخره وبدل ما اجيب خبرك صاح؟ اينا الحاجة سعر وحات حاجة سعجر حاضر ادولة حاضر يا للاسف يا مادام شريفة الكريمة اصبحت رخيصة انا اسمي هفيفة حب انا انسك انا راهبة الشعر الميتم وسوف اعيش في محرابه حتى سكنات الموت عرفها سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدايء الموت ايوه هاهاه عادل سعيد عادل سعيد اتعارف اسمك بيجمع بين ايه؟ بين العدي والسعادة يا له من رمز لا حضرتك ده بقى يبقى اسمي انا رمز ابن عم عدل زعيد انت ايه اللي خالت تتكلمك ولا رمز روحات الاثنين حاجة الساعة عجر حضرتك حضرتك وماذا عن مؤلفاتك حضرتك انا عامل اتناشر ديوان في البيت يعني هو حوالي خمسة وتلاتين قصيدة فارتك ده هو يعني غير ما يستجد من افكار بيجي وانا قاعد انت محتاج اطلالة جديدة الشراقة يومية من الممكن ان نتقابل ونقرأ اشعار بعدنا البعض ونتعرف على بعض اكتر حضرتك ممكن اخذ منك رقم موبايلك انا اقرأ الحياة المدنية موبايل كومبيوتر خلقت الالة هرست الانسان هرسته 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 حضرتك يعني طيب كيفية الوصول لك هعمل ايه يعني؟ من الممكن انت جداني في خلوتي الشعرية من الساعة خمسة لستة في المطعم اللي جنبك طيب هل استطيع ان اشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه حضرتك انا ممكن اعزمك من فضلك يا استاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الزكورية عبر استخدام المال خلاص يا فن بكل واحد يحسب لنفسه متزعليش وعلى لقاء على لقاء على لقاء على لقاء لا 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 دولة دولة ايه؟ انت خاتم البيت دي منتين جنون؟ لا يا د مش مهم يا رمزي لا مش مهم يا روح اجبالك منشعرها كده هون ايه يا رمزي اللي اطلع لك فجأة ده ما انت طول عمرك مسالم واهبل والناس بيتحاكوا عليك مش مهم يا لو بعدين القصوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة دولة انا خافة سيكون حبيتها دولة